أرقام المالية العامة التي أعلنتها وزارة المالية للخمسة أشهر الأولى ما زالت تؤكد أن الاقتصاد الأردني يواجه صعوبات كبيرة جراء الوباء الذي دخل المرحلة الثانية حيث وصل العز إلى مسويات مقلقة تجاوز المليار دينار للحديث أكثر عن واقع المالية العامة بالأرقام النصدي في الستوديو الخبير الاقتصادي السيد سامح المحارق سيد سامح أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك نبدأ بأرقام المالية العامة من الإرادات وهناك انخفاض بالإرادات وصل إلى 25% في ظل حاجة الاقتصاد إلى ضخ مبالغ كبيرة لمواجهة هذه التحديات انخفاض الإرادات كان ملحوظا جزء منه يمكن أن نعزوه إلى فترة التعطل الطويلة 50 يوما ومع ذلك لا يمكننا أن نفصل أيها يخص ما بعد ذلك من استحققات ضريبية دفعت في شهر حزيران حتى النمو في شهر حزيران لسنا متأكدين منه فبالتالي يوجد مشكلة في نمو الإرادات تراجعت تراجع التراجع مؤثر ولكن مازال سلوكها حتى نهاية العام سيكون بمزيد من التراجع يعني تقريبا مليار مليار دينار في 2018 لـ 2020 تم تعديلهم بشهر حزيران ولكن من المبكر أن نعرف هل هو تعديل سيستمر لنهاية السنة أو لا غالبا لن يستمر لنهاية العام لن يستمر لنهاية العام لأنه كان في فترة التوقف وتم دفع المستحقات الضريبية بعدها يوجد أيضا في المقابل تراجع البسيط في النفقات وهو التراجع يمكن الذي يجب أن نلتفت له فإذا كانت الإرادات تعبر عن السوق فالنفقات تعبر عن الحكومة فماذا فعلت في الحكومة أعتقد يوجد انخفاض طفيف جدا في النفقات هلأ بتفاصيل الإرادات المحلية نلاحظ أنه هناك يعني في 2019 كانت 3 مليار 27% انخفاض لـ 2 مليار و 200 مليون دينار أيضا المنح نلاحظ ارتفاع أيضا في المنح بنسبة 25% ارتفاع المنح طفيف المنح ما تشكله بالنسبة للإرادات أساسا شيء بسيط والمنح كان يجب أن تكون أكثر من ذلك بكثير خاصة أننا وجهنا الظروف الاستثنائية توجد منح أتت من صندوق النقد الدولي ولكن غير معكوسة في أرقام شهر حزيران أو الأشهر الخمسة الأولى ولكن مهما أتت منح يجب أن نعدل هيكليا في إراداتنا المحلية وفي نفقاتنا المحلية يعني أنا لا يوجد عندي إرادات عندي إنفاق التزامات للتعامل مع الوباء ومع فتح القطاعات تشير الأرقام بأننا في أزمة يعني هالأرقام تشير أننا إلى متى سنستمر؟ بداية نحن في أزمة حتى قبل الوباء نحن في أزمة حتى قبل الوباء وكان يوجد حزم لم يتم اختبار مدى أثارها ولكن معظم الخبراء كانوا غير متفائلين من أثارها يكون كبيرا أتت أثار الوباء حاليا لا يوجد خبير يمكن أن يفرز ما هو مرتبط بالوباء عما هو مرتبط هيكليا بالاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية ومرحل وكانت الحزم تحاول أن تعمر بنا بالأردنيين منه الحزم الاقتصادية الحزم الاقتصادية الحزم الاقتصادية فغالبا سيستمر التأزم المالي والاقتصادي التأزم الاقتصادي الذي سينتج وضعا ماليا متأزما بالذهاب إلى توزيع الإرادات المحلية كما نلاحظ هناك إرادات ضريبية وهناك إرادات غير ضريبية وبنظرة سريعة إلى الأرقام نلاحظ أنه لا يوجد حركة بالسوق يعني انخفاض في الإرادات الضريبية 6% وانخفاض في غير الضريبية 62% مفهوم من غير الضريبية من الأمور المطار مغلق الحركة تجري متراجعة ولكن الضريبة نضيف إلى ذلك أن الفرق في الضريبة سيتفاقم لأن الأردن يعتمد على ضريبة المبيعات نعم ضريبة الداخل تم استفاء جزء كبير منها حتى نهاية شهر حزيران بالنسبة للملتزمين ولكن بالنسبة لضريبة المبيعات التي هي تقييس حركة السوق والتي تشكل ثلاثة أضعاف ضريبة الداخل تقليدياً بالأردن مرشحة أيضاً للخفاض إذا استمر وضع السوق على الوضع الحالي سيدي لنشاهد تفاصيل إرادات الحكومة الضريبية كما نشاهد على أشمن ضريبة الداخل وضريبة مبيعات وبيع عقار الذي انخفض بنسبة 67.9% وأننا الآن بدأنا في موجة ثانية كيف تقرأ هذه الأرقام؟ أعتقد بالنسبة لبيع العقار الرقم قد لا يكون مقلقاً يوجد 50 يوم من التعطل فبالتالي تراجعت ولكن على المدى البعيد يمكن قياسه بالفترة المقبلة هذا الرقم غير مقلق نعم ضريبة المبيعات نوعاً ما مقلقة لأنها تعكس التجمد في السوق كان يوجد حركة شراء وحركة تحوط على المواد الزائية والمواد الصحية واحد ونصف المئة التي هي السلع والخدمات نعم ولكن لا يمكن التعويل عليها ضريبة الداخل ستوجد فيها مشكلة والمشكلة ستتفاقب مع تراجع مثلاً قطاع البنوك تراجعت أرباحه بشكل تراجيدي نقدر نحكي في فترة الماضية فبالتالي سيؤثر على عوائدنا الضريبية في 2021 كمان فبالتالي حيكل الإرادات نحن بحاجة للنظر فيه من جديد بحاجة لتشجيع المواطن أنه يأخذ توقع متفائل ليقوم بالمغامرة ليقوم بسحب من الودائع ليقوم بالاستثمار إذا لم نكن قادرين على استقطاع الاستثمار الخارجي على الأقل يكون فيه استثمار داخلي طيب وبالنسبة لتجارة المعاملات الدولية يعني هناك انخفاض بنسبة 16.3% طبعاً ذلك يعكس الحركة التجارة الدولية بشكل عام هذا مؤشر مثل الترمومتر الحركة التجارة الدولية أيضاً معطلة وقد تستمر معطلة إلى فترة من الزمن الفترة غير معروفة طيب إذا ذهبنا إلى الأرقام النفقات العامة والنفقات الجارية جميع هذه النفقات بانخفاض كيف ممكن أن ينعكس هذا على النمو والبنك الدولي يعني تحدث بأن ممكن يكون فيه نمو بالسالب في المملكة أين بندل الانخفاض الأساسي في النفقات؟ بندل الانخفاض الأساسي في النفقات في شبكة الأمان الاجتماعي كان في 140 مليون دينار أصبحت صفر مع 2020 كان فيه كم؟ 140 مليون دينار 140 مليون دينار أصبحت صفر فأصبحت صفر تخفضات العلاوات الموظف الدولة لم يظهر أثرها إلى اليوم طبعاً دعم النقدي أعتقد أنه متوقف يوجد تركيز على بعض الإجراءات الاجتماعية الأخرى كان فيها زيادة أو تراجع متواضع ولكن فعلياً النفقات الجارية للحكومة منذ الرواتب وما يلحقها لم يكن للخفاض أنا لا أعرف إلى الآن لماذا الحكومة ألغت العلاوات إذا كانت العلاوات لا تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً من مصلحتها أن تصرفها في السوق وأن تمول السوق من خلالها سيدي رئيس الوزراء وجه بخصوص النفقات الجارية بتخفيض النفقات الجارية ولكن نلاحظ أنه ما في خفاض كثير في النفقات الجارية نعم تخفيض النفقات الجارية ليس موجودة لا يمكن تصوره فعلياً أنه تخفيض منتج والتخفيض أيضاً ربما ليس توقيته السليم الحكومة في الأردن هي اللاعب الأساسي في السوق فبالتالي إنفاقها هو الذي يحرك السوق إذا لما يتحرك السوق لن يكون هناك دورة اقتصادية مناسبة لتعيد للحكومة أموال الضريبة فبالتالي أعتقد أن قرار التركيز على النفقات في هذه المرحلة يمكن أنه ليس القرار السليم يعني شو السبب أنه النفقات الجارية ما نخفضت بشكل كبير كما نقرأ في الأرقام يوجد توسع على ما أعتقد في بعض المصاريف والتعيين للحكومة عندما تعرض النفقات تعرضها نفقات جارية تعرضها تكلفة الضمان الاجتماعي على الرواتب ولكن توجد تفاصيل داخلية لا تقوم الحكومة بالإفصاح عنها توجد تفاصيل داخلية لا تقوم الحكومة بالإفصاح عنها منها شبكة الأمان الاجتماعي وكان ممكن أن تحدث أثراً جيداً يعني الأردن بحاجة لأنفاق مبالغ كبيرة وضخم مبالغ كبيرة في الاقتصاد ولكن إرادات ما زالت بانخفاض وهذا ما تسبب بالعجز الذي تجاوز المليار دينار وهذا يعني رقم مقلق رقم مقلق حالياً ومرشح للزيادة حتى نهاية العام هذا الرقم مرشح للزيادة نهاية العام مرشح للزيادة حتى نهاية العام وسيتم تغطيته من خلال غالباً الدين ولكن ليس هذا نمطاً اقتصادياً للإدارة هذا ليس نمط اقتصادي طب يعني العز رح يقودنا للدين العام الذي وصل إلى مستويات قياسية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 101 في المئة يعني هذا رقم مقلق 101 في المئة وصلنا؟ ليس مقلقاً إذا كان هناك أفق لتحقيق نمو اقتصادي ولا تحقيق فرص اقتصادية في المستقبل وأن المقرض الدولي هو غير المقرض المحلي المقرض الدولي يتطلع على فترة زمنية أطول فبالتالي إذا كان الأردن سيتحصل خلال 10 أو 15 عاماً فليست لديه مشكلة إنه لديه أموال من مصادرها أو ممكن أموال فائدة يريد أن يستثمرها أيضاً استثمار آمن ومعقول سيدي بالنسبة للدين الداخلي نلاحظ ارتفاع في الدين الداخلي هل هناك منافسة بين القطاع العام والخاص على أخذ السيولة من القطاع المصرفي؟ الدين الداخلي يوجد في السيولة في القطاع المصرفي يوجد سيولة جيدة حبذة لو نشجع الاستثمار الداخلي لنحركها رغم كل النفقات التي أضيفت لم تتحرك ودائع البنوك سلباً إلا بـ 1% إذا لم يستثمر المواطن الأردني في البيع وفي الشراء وفي الحركة حبذة أن نحركها يوجد سيولة في البنوك يوجد سيولة في البنوك يوجد سيولة في البنوك ولا توجد مشكلة بالنسبة للإقتراض المحلي غير على الهيكل الاقتصادي للسنوات المقبلة يعني خلال الأزمة بدأت الحكومة تعلن أرقام لها علاقة بالضمان الاجتماعي كما نلاحظ وأول مرة وتقول الحكومة بأنها لغايات محاسبية أنت كخبير كيف تقرأ هذا الرقم وهناك خبراء يقولوا بأن أموال الضمان للأردنيين وليس للحكومة هي قضية فنية بحثة تم الاتفاق فيها مع صندوق النقد الدولي ولكن في الأصل هي ليست أموالاً مملوكة للحكومة التي تعتبرها الحكومة تمويلاً لذاتها أو تحذفها هي أموال للمواطن الأردنيين مكفولة من الحكومة الأردنية في النهاية الحكومة الأردنية تكفى الأموال للضمان الاجتماعي ولكن السؤال الأساسي ماذا سنفعل؟ هل سنبقى ننتظر أموال الضمان الاجتماعي؟ مدتها أطول حالياً نحن مجتمع شاب عدد ممولين الضمان الاجتماعي أكثر من عدد المستفيدين منها سيد سامح بسرعة جداً ما هي توصياتك؟ الاستثمار الاستثمار؟ الاستثمار يجب أن نزيد من حجم السوق الأردني وندفع منحنى إمكانيات الإنتاج إلى فوق وبالتالي هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بأموال جديدة تأتي إلى الأردن ولا يتأتى غير ببيئة سياسية ووجود نية حكومية لتعدي قوانين الاستثمار وعدم الغرق في الأنظمة والبريقراطية إذن الحل الوحيد هو الاستثمار كما يقول الخبير الاقتصادي السيد سامح المحريق شكراً جزيلاً لك عفوا وبالانتقال إلى أسعار المشتقات النفطية حيث أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ارتفاعها عالمياً خلال أسبوع الثالث من شهر آب الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته وبحسب ما أعلنت الوزارة فقد ارتفع معدل سعر البنزين 90 عالمياً بنسبة وصلت إلى 1.5% ليصل إلى 440 دولارات ونصف الدولار للطن مع ارتفاع معدل سعر البنزين 95 بنسبة 1.1% لتصل إلى 412 دولاراً وثلاثين سنة للطن مقابل انخفاض طفيف لسعر مادة السولار الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل توقع مع نهاية أشار الحالي ارتفاع سعر البنزين 90 بواقع 15 فلسان أي ما نسبته 2.2% والبنزين 95 بواقع 10 فلسات وبما نسبته 1.2% وأن يرتفع سعر السولار بواقع 15 فلسان أي بواقع 3% ترجمة نانسي قنقر